افتتح وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور نجيب العوج بالعاصمة المؤقتة عدن اللقاء التشاورية للمؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية بالمحافظات المحررة تحت شعار التحديات الحالية والخطط المستقبلية ويناقش اللقاء على مدى يومين بمشاركة قيادات ومدراء عموم مؤسسة الاتصالات بالمحافظات المحررة عددا من المواضيع المتصلة بمستوى اداء المؤسسة في تقديم خدماتها والخطط والمشاريع الحالية والمستقبلية والانشطة الفنية والمالية والتجارية للمؤسسة والتحديات والصعوبات التي تواجه سير العمل وأكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات أن هذا اللقاء يمثل البداية لإحداث نقلة نوعية وحقيقية في هذا القطاع حيث يستهدف مدراء عموم فروع المؤسسات والمعنيين في المحافظات المحررة لتعزيز العلاقة والتعاون في تطوير خدمات الاتصالات خلال الفترة المقبلة مشيرا إلى أن الوزارة ستعمل على وضع خطط ومشاريع مستقبلية لمعالجة أوجه القصور الناتجة من انقطاعات شبكة الكيبلات البحرية والأرضية وفتح خطوط جديدة لتوسيع شبكة الاتصالات والربط والشراكة مع شركات الجيل الرابع جي اس ايم لإيصال خدمات الاتصالات والإنترنت لعموم المديريات بالمحافظات المحررة مستعرضا ما تم إنجازه خلال العام المنصرم وأوضح الوزير العوج أن الوزارة تسير بعملية الدفع بتقنية المعلومات الإلكترونية بخطا متسارعة وستصل قريبا إلى ما يلبي احتياجات المواطن وستعمل بكل ما تملك من الإمكانيات المتاحة لتحقيق مثل هذه المشاريع الطموحة